تنشط مجموعة إينوفيكس الدولية العاملة في مجال البناء بعدد من الدول الإفريقية وتتاقز من دولة جنوب إفريقيا مقر لها حيث يتواجد وفد المجموعة بقيادة الرئيس المدير العام لها كوستا ماكاواز بيشاد لفتش علاقة مع المؤسسات الحكومية بيشاد خاصة الوزارات وعليه بدأ الوفد لقاءته بشاد مع وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة مغنى جيمونتا الذي رحب بمجيء الوفد وأكد جهزية وزارته للعمل مع المجموعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية خاصة بناء المؤسسات التعليمية هذا وأقب خروجه من هذه المقابلة التي حضرها أمين الدولة بالتربية الوطنية وترقية المواطنة صالح بورما أكد كوستا ماكاواز الرئيس المدير العام لمجموعة إنوفوكس جهزية مؤسسته لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالبلد خاصة تشهيد المنشآت المدرسية والطرق وغيرها ترجمة نانسي قنقر